ازاي نعمل افراح مبهجة وجميلة من غير ما نقع في مخالفات شرعية بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد رجل فيديو جديد الفرح النهاردة بقى علامة على المعاصل كتيرة يعني اي فرح الا ما رحم الله تخشه تجد فيه منكرات رهيبة مش منكرات عادية من اهماء تلات امور شديدة جدا اول حاجة الاختلاط والتبرج تقى الرجالة مع الستات والستات في قمة التبرج والهدوم الديقة والهدوم العارية وما فيش ضوابط وضحك وهزار حاجة يعني استغفر الله العظيم مليانة يعني منكرات ومحرمات وده بقى المعتاد بقى شيء عادي ما ده يا ابني فرح ايوة فرح يعني نعصى ربنا هو ده الطبيعي تانية حاجة المعازف معازف بشتى اشكالها واغاني كلمات بقى قبيحة واغاني معازف بكل الانواع وده طبعا منكر عن ده الايمة الاربعة كل المعازف محرمة واحاديث في ذلك اه مثل حديث لا يكونن من اماتي اقوام يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف فده حديث صحيح يفيد تحريم المعازف فده غير جايز طبعا الفرح من ساعة ما يبتدي تقريبا لغاية ما انتهى كله معازف واعداد كتيرة بتسمع واعداد كتيرة تاخد الظنوب بتاع المعازف ثالث معاصية الرقص الرقص بقى ايه يعني ممكن يجيبه حد رقصة مثلا طبعا قمة يعني في المنكر يعني او ساعة الناس هما اللي يرقصوا يعني اللي هو بقى يقولك انا مشجبين رقصات الحمد لله احنا فرح يعني ايه وتلاقي بقى ايه كل الناس بترقص رجالة على ستات حاجة في منطقة الغرابة اا منكرات شديدة اوي ولما ديجي تنكر يقولك اا يعني ما لاش نفرح لا يا اخونا هو لازم تفرح في معاصية الله يعني ما نرفش نفرح في طاعة الله سبحانه وتعالى او يقولك الناس كلها بتعمل كده طب ما الناس كلها عصت ربنا اعصنا ربنا ولي ينفعكم اليوم الظلامتم انكم في العذاب ومشتركون طب ده دخل النار عشان المعاصية دي انت كمان تخش النار عشان المعاصية دي استفدت ايه مش هتستفيدش ايه طيب الناس بقى بتعمل الموضوع ده لنفكر ان موضوع الافراح اللي هو بقى افراح دينية دي افراح بقى كئيبة وافراح وحشة والكلام ده كله لا يا اخونا هو كل ما في الامر اللي احنا هنفصل بين الستات والرجالة الستات في قاعة بيهيسوا وفرحانين ولابسين بقى تبرج وما ستات بقى في بعض وعملين يغنوا ويجوز لهم استخدام الدف يعني ده النوع المستثنى من المعازف في الغناء هيها يسوا ويفرحوا ويسقفوا ويعيشوا حياتهم يعني والرجالة طبعا مقتضى طبيعتهم اللي هما مش هيبقى زي الستات لكن برضو عادينوا بيأكلوا بيهزروا بيضحكوا بيسقفوا وبعض العلماء اباح لهم الدف ايضا في المعازف فحيبقى يعني في برضو في شوية مرح وضحك وهزار وزي الفل يعني تالي شيء المعازف زي ما قلنا خلاص هو الدف للنساء او الرجال والرجال نص البام احمر على جواز استخدام الدف في الافراح للرجال منكال مسألة فيها خلاف تالت حاجة الرقص طبعا الرقص الرجالة مش هترقص لازم نتفق على كده لكن الستات ممكن يرقصوا بشرط الرقص المش مثير الرقص اللي هو اللي هو كنه يعني رقص الشعبي مش الشعبي الوحش الرقص العادي اللي ما فيوش اثارة للفتنة انما الست اللي هترقص وتتلوى وتعمل مناظر ده حتى بين الستات ماينفعش للي فيه فتنة الشاهد يعني اني برضو ما تفتكروش انا برضو حضرت مرة فرح ديني في باخرة فخمة بس الستات تحت والرجال فوق هيس الرجال فوق مبسوطين والستات تحت بهايصين والديني حلو يعني فانت هتلاقي وفيه فرق اسلامية دينية للستات هم اللي بيعملوا بالضوابط الشرعية على كل حال لو هو انت مش عاجبك الامر ده انت ليس لك اختيار اختيار اللي انت تبقى مطيع لله سبحانه وتعالى تقول له والله انا مش عاجبني الفرح بالشكل ده ما عاجب حضرتك مش عاجب حضرتك انت لازم تلتزم انا بس بس بساهل عليك المهمة لكن اللي انت تستمر في المعاصي وده نقطة يا جماعة خطورة جدا حتى من بعض الملتزمين ما بيقدرش يمتنع عن فعل هزي الافراح او ما بيقدرش ما يروحش هزي الافراح مجاملة فانا بتكلم في النقطة دي عن النقطة جوهرية فعلا في الالتزام لقى الست ملتزمة لكن قعدة بالنقاب وقعدة في الفرح عمالة سقف وتلاقي الراجل ملتزم وشيخ وقعد كده وقعد كده وقعد كده بوقار يعني لو بيقدر الوجه بس انت قعد في مكان في منكر لها جوز يبقى لازم الواحد يفهم القضية دي ان مش معنى الفرح المتبرج ده اللي فيه مخالفات عكسه مفيش حاجة لأ فيه بس بضوابط الشرعية اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى دعم الفيديو بشيره لايك وكمنت شارك في القناة شوف كل مرة الجاية والسلام عليكم